الموقف المصري اللي مش هوصفه بأنه الموقف الداعم ولكن هو الموقف المساند الداعم المركزي لأجل القضية المركزية بتاعتنا علاوية الصراع العربي الصيوني في المنطقة وبالتالي يظل الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية في القلب من الاهتمام المصري إلا أنه مصري كمان عندها موقف شديد الوضوح من سيناريو النزوح وإعادة التوطين وده شيء مهم جدا ليه حتى لا تتم تصفية القضية بأي شكل من الإشكال أو بأي حال طيب تطورات المواجهة على الأرض في غزة وإحنا قاعدينه وبنتكلم وأيضا خيارات الاحتلال في مسألة هل يستطيع الاحتلال اقتحام غزة والقضاء على المقاومة الفلسطينية في مستقبل العملية دي خلونا نرحب معنا بضفتنا العزيزة داخل الستوديو الأميرة راشا يسري المتخصصة في الشؤون الإسرائيلية أهلا بك أهلا بك أهلا بك إزاي الصح حضرتك أستاذي طيب هبدأ يمكن الأول بتطورات الأوضاع وإحنا لحب دلوقتي إحنا لسه بنتكلم أهو والخيارات بتاعة الاحتلال الإسرائيلي في مسألة اقتحام غزة ثم نذهب لمسألة سيناريوهات النزوح اللي بيحاول العدو الدفع بيها يعني في الوقت الحالي إسرائيل في ضغط شعبي كبير عالمي دولي بأنه المواطنين العزل يعني أنت حتدخل تعمل اكتياح بري هما بقالهم من يومين تقريبا بينوهوا أنه العملية سيتم تصعدها من القصف قصف القطاع غزة بالكامل إلى أنه يبتدي مهد الطريق للاكتياح البري اكتياح البري في المجلس الأمني المصغر بعد انضمام طبعا وتوحيد الصف داخل إسرائيل كان عنده فيه ناس فيه اتنين رماتكال يعني هيئة دفاع فالتنين هيئة أركان فالتنين ليهم تحفظات أو زي ما تقول أنه الأفكار بتتضارب حد شايف أن ده مش وقته مناسب لأ حد شايف أن ده الوقت المناسب للاكتياح البري فقالوا أنه فيه مشاكل لم يتم الاتفاق عليها بشأن كامل داخل المجلس الأمني المصغر أنشأته حكومة نيتنياهو ولذلك قالوا خلاص يعني أنه ربما يبقى فيه حاجة ما تسمى بالمناورات البرية لتسبق عملية الاكتياح السيناريو ده اللي كان من حوالي يوم أو حاجة كان ممكن قابل للتنفيذ الأيام دي أو النهاردة أو بكرة أو مبارح لكن مع ضغط الشعبي الكبير داخل إسرائيل من الأولاد أو أسر الأولاد اللي تخطفوا أو الأسرة اللي في إدين حماس الحقيقة الشارع النهاردة ضغط بشدة كبيرة جدا مظاهرات عارمة داخل تل قبيب وتاخل المدن الإسرائيلية التلفزيون الإسرائيلي لم يعد متابعا لمجلس الوسيري المصغر أو المجلس الأمني المصغر إلا أنه عملية استضيف أهالي الأسرة لدى حركة حماس اللي هم شايفين أن الجيش أخفق إخفاق كبير جدا 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 وهم يعني من أول تلات سيام الإخفاق ده الناس ما بقيتش مصدقة أين أنتم يعني مع كل المشاهد اللي حضرتك شفتها القدرة العسكرية الإسرائيلية اللي العالم كله بيسمع عنها وقفت يعني لا تستطيع أن تقول يعني أنا هنا فالشعب الإسرائيلي يشعر أنه تلقى صدمة كبيرة جدا من الحكومة الحقيقة كانوا جايبين مبارح نتنياهو في تلفزيون القناة الثانية الاثناشر الإسرائيلية كان جايبين له جزء مقطع لي من أيام الانتخابات هو بيقول أن هذه البلد لن يكون أحدا قادرا على مواجهتها عسكريا فلك أن تتخيل أن الشارع ضغط الدقي في محاولة لإعادة أن يكون إعادة الأسرة على رأس أولويات الحكومة هم مشطلبين أكتر من كده لأنهم يشعرون أن هذا ليس على رأس أولويات الحكومة الأولويات هو الاكتياح البري العملية العسكرية القيام بمزيد من العنف يعني أنا عايزة أقولك أن حتى المرسلين العسكريين بيعترفوا صراحة بأن هذه المرة الأولى التي نشعر فيها أن هناك قوة قوة غاشمة قالها مرتين المرسل غاشمة ومبررة يعني هو شايف أن هناك تبريرا أنه ينتهج هذا النهج ويدك غزة زي ما إحنا شفنا للمشاهد العدوان مفترض أنه كنا نبقى أمام سيناريو تحرير الأسرة من وجهة نظرهم لكن عمليا أنه العملية بدل ما تتجه إلى مسألة تحرير أسرهم إلى الانتقام وإثبات واستعراض القوة الغاشمة سواء إذا كان أمام المقومة فلسطينية من جهة العرب من جهة بل وأمام العالم وكأنها انتقام لأجل استعادة شكل أو صورة الكرامة طيب ده كلام مزبوط هنا بقى هسأل سؤال زمان نتذكر جميعا مسألة جلعات شالية اللي تفاوضنا عليه مقابل ألف سجين ومعتقل فلسطيني فما بلنا على حسب أرقامهم ب120 أسير هل الرأي العام الإسرائيلي مستعد لضربات عسكرية غاشمة تجاه القطاع علما بأن الأسرة موجودين في القطاع هل تستطيع الحكومة المصغرة ومجلس الدفاع وهل يستطيع النتنياهو أنه يغلب هذه النزعة الانتقامية وفي نفس الوقت يتناسى تماما أن هناك رأي عام ضغط وبشدة هم خايفين من كده عشان كده نزلوا وتظهروا لأن هم يشعروا أن الحكومة الإسرائيلية لا تلتفت إلى مش على رأس أولوياتها يعني هي بتنتقم وفيه ناس بتموت يعني فيه أخبار بيتنقلوها عبر السوشيال ميديا وعبر وسائل الإعلام المختلفة أن هناك أسرة إطالهم القصف الإسرائيلي فإذا كل واحد من المئة وعشرين دول يظن أن ابنه هو أو بنته هو فده عنصر ضغط أكبر أنه أنت بقى لك أسبوع ما فيش أي مظاهر أنه أي حاجة ترجع أو أنهما يستعيدوا الأسرة اللي تم أسرهم نهيك على أن فيه دور داعم أكبر من كل ده الدور الأمريكي الدور الأمريكي دور داعم جدا لإسرائيل سواء بالقوة العسكرية اللي هي يعني كريدت يعني مفتوحة على شيك يعني شيك بيقوله عليه شيك على بياض آه شيك على بياض يعني قوة ملهاش مثيل ونهيك على أنه دور كمان للرئيس بايدن نفسه يعني في أحد القنوات الأمريكية الرئيس بايدن كان بيجري حوار قاله أنت كنت حريص أنك تقعد مع أهالي الأسرة بنفسك يعني وهذا أكبر رئيس دولة في العالم قاله أنا كنت لازم أطمنهم وهديهم إن أمريكا ده على رأس أولويتها فبغض النظر عن المشهد اللي بحكولك ده إنه فيه دعم أمريكي كبير جدا طيب إحنا بنتساءل كعرب يعني الفلسطينيين اللي كانوا بيموتوا العزل اللي هم لا ينتموا إلى أي حركة داخل فلسطين اللي بيموتوا في كل عملية عسكرية كانت بتحصل اللي هم يقدروا بعشرات الألاف أين العالم؟ أين العالم الحر؟ أين هو؟ يعني أنت النهاردة بتلتفت إلى أن أمن إسرائيل مهدد وتم تهديده وعبر السنوات يعني مصر لها دور الحقيقة كبير جدا في منجدة العالم حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي يعني أنه عشرات السنوات بتحاول أن أنت توقز العالم من نومه أنه لزالت هذه المنطقة مشتعلة ولزالت هذه الدولة بلا حدود ولا دولة يعني دولة محتلة الآن كل إمكانياتها في يد دولة أخرى الماء والكهرباء والمال وتحويل كل حاجة فأين هو العالم من هذا المشهد مقارنة بالمشهد اللي فيه أطفال أو فيه أسرة موجودين في يد جانب آخر طيب هستأذن أنك أطلع للفاصل ويمكن هرجع بعض الفاصل بتساؤل أو تصور هل من الممكن أن يحدث ذلك ولا لا حتى تستطيع هذه الحكومة ويستطيع نتنياهو الهروب من كل ده فمن الممكن أنه يتوجه إلى بنك الأهداف فيعمل عمليات نوعية تجاه مناطق يتوقع أن فيها قيادات فلسطينية وما إلى ذلك ينزل مجموعات كوماندوز عمليات خاصة برضو لإجراء مجموعة من العمليات النوعية وبالتالي يقف أمام الرأي العام بأنه أنا استطعت اغتيال فلان وعلان وترتان والقبض على فلان وما إلى ذلك ومن هنا يبدأ يحط رجله جوه الأرض في مسألة أنه لو قمنا بعملية شاملة فإحنا برضو حاولنا نجيب حق الأولاد اللي هم أبناء هذه الأسر الإسرائيلية هروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام مع الكاتبة والمحللة المتخصصة أستاذ الأميرة راشا يوسري المتخصصة في الشؤون الإسرائيلية استنونا لو سمحكم طيب أهلا بحضراتكم مرة تانية وكل الترحيب بضفتنا العزيزة الكاتبة والمحللة المتخصصة بالشؤون الإسرائيلية الأميرة راشا يوسري أهلا بيك مرة تانية السيناريو هات أنا كنت يمكن بقول هل من الوارد أنه هما يرجحوا سيناريو عمليات لقوات خاصة بنوك أهداف اغتيالات نوعية قصف في المناطق بحد ذاتها وبالتالي يقف أمام الرأي العام الإسرائيلي يقول إحنا بنحقق لك وجزء فيه مقابل أنه بعد كده لو حصل أي فقدان في أرواح الأسرة يبقى هو واقف أنا حاولت يعني بنوك الأهداف يعني هما بقى لهم سبعة سيام بيشتغلوا على بنوك الأهداف يعني يعني خير دليل هو المشهد على الأرض في قطع غزة يعني بص المباني عاملة إزاي بص الاختيالات يعني فيه اختيالات حصلت النهاردة فيه إسرائيل بتحاول تؤكد أنها تقوم بما تستطيع أن تقوم به خلي بالك الداخل برضو أنا أرجع لك تاني أن تقصت أن الداخل الإسرائيلي كان منقسم وبالتالي الانقسام ده هو اللي أثر على الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة المظاهرات اللي كانت من عدة أشهر بسبب التعزيلات القضائية داخل إسرائيل كل ده انعكس بشكل مباشر استقالة أو إقالة وزير الدفاع يعني نتنياهو أقال وزير الدفاع منذ فترة وبعدين رجع تاني فكل هذه الأشياء خلت الجيش في أطعف ما كان ليه دلوقتي هم في مرحلة التشتت والتخبط أن الصفعة كانت قوية ومؤلمة ومؤثرة وبالتالي المرحلة القادمة هم بيحاولوا يستعيدوا قوتهم بأكتر من هذا العدوان الصارخ يعني هم عندهم رغبة في الانتقام رغبة كبيرة جدا في الانتقام عشرات المرات من اللي احنا شايفينه على الأرض يعني لما بتسمع الإعلام الإسرائيلي بشكل أطلافه المختلفة بتشعر أن كلهم متوحدين على حاجة واحدة بس اللي هو مزيد من العدوان على قطاع غزة بل والعكس ما محوا حركة حماس من على الأرض تصرحتهم كلها في هذا الاتجاه هل هو بقى هيقدر يحقق ده فعليا على الأرض أنا أشك لأنه الشارع ضاغت جدا الشارع الإسرائيلي ضاغت جدا أنه هناك أسرة وممكن حياتهم تكون مهددة هل بقى السؤال اللي بيطرح نفسه لأنه هل الجيش الإسرائيلي سيضع في أولوياته وسيضع نصب عينه المئة وعشرين أسير والله هيقول له أنا عندي هدف أن أنا أمحي حماس من على الأرض ومش عايز الأسرة دول خلاص هو يعني سيحاكم وسيحاسب يعني هم حتى دلوقتي تصحية هنجبي اللي هو رئيس مجلس الأمن القومي مفيش من حوالي ساعتين قال صراحة أن أعترف بأننا قصرنا ولكن ليس هذا هو الوقت المناسب لأنه نحن نتحاسب يعني نحن في أوج المعركة فبالتالي المعركة خلاص لا صوت يعلو فوق صوت المعرك طب سيناريو النزوح ومصر موقفها شديد الوضوح في ده بأنه ده عمليا هو تصفية كاملة للقضية ده بقى من أهم الموضوعات لأنه هو يشبه أحداث النكبة وما حدث وقتها الحقيقة هم من 2004 طلعوا في مركز الأبحاث وطلع جنرال جيورا آيلند خطة لحل لأن مشكلة قطاع غزة بتموثله مشكلة ديموغرافية الناس بتزيد منطقة صغيرة بتهدد أمنه خلاص هو طلع هيطلع منها كان أياميها لسه مطلعش ما كانش الانسحاب أحد الجانب حصل فبالتالي هو شايف المنطقة دي بتهدده وفي نفس الوقت مش عايز يضحي بأراضي ضفة عايز سيناريو جديد فطلعوا بالخطة بتاع التبادل الأراضي الخطة اللي هو شمال منطقة رفع يتم الامتداد الطبيعي بحوالي 600 كيلو في مقابل لل600 دول ناخدهم إحنا تحت في أرض النقب طبعا الأول كانت مجرد فكرة مكتوبة على ورق وبالتالي عشرات الأشخاص بعد آيلند قالوها يعني مش هو الوحده ده فيه يمكن مؤتمر هرتسيليا كان 2008 ذكرها تاني وابتدى يقدم ما هو يغري المناطق العربية لأنه ما كانش بس مصر كان عايز مزارع شبعة عشان جولان يعني كان عامل تبادل للفكرة كلها إن كمان جولان تاخد حتة منها والباقي يقدو من منطقة مزارع شبعة مع لبنان تبادل معقد يعني فكل ده كان مجرد خطة على الورق إلى أن بدأ إن فيه سيناريو حقيقي يتضح للناس إنه قيد التنفيذ اللي هو المراحل اللي فاتت اللي هي مراحل سيناء شكلها كان عامل إزاي وإنه ده كله تمهيد إنه يبتدي ترانسفير أو نقل للفلسطينيين وده اللي مصر وقفت به بشكل حازم وواضح وصريح كلهم في تلفزيون الإسرائيل هذه الفترة يعلمونا جيداً أن مصر شديدة التأكيد بشكل صارم لا يقبل التأويل أنها لن تفرر القضية الفلسطينية من محتوىها الحقيقي لأنه فكرة تهجيرهم خلاص الناس اللي ماتت دي عشرات السنين خلاص ما مش موجودين الناس اللي طلعت خلاص انت بتوديهم لمكان آخر وبتغير شكل القضية الفلسطينية وكأن الأكتر من 100 سنة اللي فاتوا دول راحوا هباء منثورة واللي ماتوا دول ماتوا بقى خلاص مش مشكلة وبالتالي ده فكر جديد منطقة الضفة خلاص هنأخدها وهم يروحوا في حتة تانية فالكلام ده لما كان بالتراضي ترفض لكن لما يبقى بقى بالإجبار أو مش بالإجبار بالحاجة الملحة فهنا كان فيه وضوح صريح أنه لن نقبل بتصفية القضية الفلسطينية بشكل حاسم دور مصر واضح جدا وصريح وحاسم فيها صحيح أنا بشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة وأتمنى نحن نلتقي مرة تانية بإذن الله كل الشكر ليكي كل الشكر الكاتبة والمحللة المتخصصة بالشؤون الإسرائيلية الأميرة راشا يوسري طيب خلاصة القول احنا بنتكلم على أقدم قضية سياسية موجودة على سطح الكرة الأرضية لا توجد قضية في العالم أقدم من قضية الصراع العربي الصهيوني بنتكلم على الاحتلال الاستيطاني الوحيد اللي لسه باقي في العالم يعني مراحل الاحتلال الاستيطاني كل ده خلص مع انتهاء الحرب العالمية التانية لكن للأسف الشديد تنتهي الحرب العالمية في 1945 في ظهر لك الصهيوني في 48 يا حب الإنسانية والقضايا الإنسانية قد عنيه وقال لك العالم الحر عارف انت يا حيا الفخراني؟ اتلهي قال له بتقول ايه؟ قال له اتلهي يعني قراءة على كل خلصت الحلقة لحد كده ثواني يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم عشرة اما احنا لو كان لسه لنا عمر فنقابلكم بكرا ان شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسع كتبوا كده على فيسبوك اتلهي سلامات اشتركوا في القناة